احتفلت محافظة الفيوم بظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون التي تحدث صبيحة 21 من شهر ديسمبر من كل عام ومنذ اكتشاف ظاهرة تعامد الشمس على معبد قصر قارون فإن المحافظة لها اهتماما بالغا لكونها ظاهرة فريدة تتميز بها المحافظة وتماثل في أهميتها تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك في الأقصر كما أن هذا الحدث يأتي في إطار الجهود الدائمة لتنشيط حركة السياحة وتعريف بما تصخر به المحافظة من إمكانيات سياحية وأترية وتقافية وبيئية تلمنا مع الجهات المعنية إحنا كوهي التنشيط سياحة نستقنى مع أصر ثقافة الفيوم ونستقنى مع الجهات المعنية عشان نحتفل بيها وروجنا لها عشان يبقى فيه ترويج وقبال من الناس عشان هم يجيوا يشوفوا الظاهرة دي كنوع من أنواع الترويج للمحافظة لأن محافظة الفيوم حابها الله بالعديد والعديد من المقاومات السياحية والأسرية ومنها عصر أرون بناء هذا المعبد يرجع إلى عصر البطلمة تحديدا بطلميوس الثاني وهذا المعبد كرسة للمعبود سوبك الذي عبده المصريون القدماء في إقليم الفيوم طبعا هذا المعبد كان قريبا على شاطئ بحيرة قارون ولذلك لما جه العرب والمسلمون إلى مصر وجدوا هذه البحيرة عبارة عن خلجان وقرون فأطلقوا عليها بحيرة القرون ومن ثم حرف الإسم إلى بحيرة قارون